بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء ابناء الطلاب خراز فيزيكس أهلا بكم واللقاء جديد مع حل دلي خراز موديل الأجزام معنا النهاردة الموديل الرابع نبتدي إن شاء الله بـ MCQ questions Question number one A battery generates a potential difference 5 volts between the ends of a copper wire Knowing that the wire has length of 50 meters يبدأ أمرا عن length And cross-section area of 1 times 10 power negative 6 meters square Resistivity 1.79 times 10 power negative 8 The electrical resistance or electric intensity that is carried by this wire طبعاً زم أنت عارف من قانون أم أن I equals V over R كم بالنسبة للR رؤيي L over A كم قانون دون إثني إن تبقى ممكن تعمل خطوطين تجيب الر الأول بعد أن تعمل substitution تجيب الر I لكن إيه رأيك نعمل إيه نعمل إيه بقى نعمل نعمل combine لليه the two lows يبقى I بتساوي هنقول V و divided by بدلاً من نقول R هنعمل substitution يبقى تحت يبقى رو E times L over area إيه رأي تطلع فوق يلا نحط بقى الأرقام بتاعتنا LV هو أي لها بكام ب5 area 1 times 10 power negative 6 كده اللي فوق خلص كدله لتحت بقى صوري مالش ها تحت هيبقى عندي رو E 1.79 times 10 power negative 8 Length طبعاً ب50 ب50 متر طبعاً لو عنا بسبستوشن بقى لكل الكلام ده هيطلع عن الفاينال أنسر بتاعي كام الفاينال أنسر بتاعي هيبقى ب5.586 شويتفك يعني بالتقريب يعني يتبقى 5.59 amps اللي هو الاختيار رقم D question number two consider the opposite circuit shown the ratio between the ammeter reading اللي هو الكرانت يعني جماعة when the switch is at position A and its reading when the switch at position B طب هو الكرانت reading بيتساوي ايه هتقول ليه بيتساوي V battery over R total لأن الامتر متوصل منه للباتر عطول يعني يسيريز مع الباترية فبيديه الكرانت اللي ماشي في اللي في السركت كلها قبل ما يتأس خلاص إبقى الآي بتساوي V battery على R total بس هنا في حالتين حالة لما وصل مع اي وحالة وصل مع بي طب هل في الحالتين اللي في باتري بتتغير اللي يا بلأ يبقى اللي علاقة بين I و R total هتقول لي Embrisley يبقى لو انت عايز تجيب ريشيو يبقى ده معناه لو انا عايز يجيب ريشيو يبقى هنا مع R total لو عايز اجيب ريشيو يبقى معناه ذلك الكرانت في حالة ما وصل مع position A لالكرانت في حالة ما وصل مع position B بتساوي R total ايوه في حالة B لأن ده Embrisley ل R total في حالة A طب تعمل نشتغل يلا نعمل ايه هنعمل اه احتمالي الاحتمال الاولاني لو وصلت المفتاح مع او switch مع بي ايه اللي يحصل الكرانت اسمه ماشي هيجي هنا يحصل له ايه ولا حاج هيكمل هن انه مش حيمشي هن اه هيكمل هن خلاص هيلاقي عنده سكتين سكة ما فيهاش resistance وسكة فيها resistance مش حيمشي في السكة دي اه يبقى هنا ما عنديش غير مين غير R بس يبقى R total في حالة B يبقى هنا I A ل I B بي ساوي R total في حالة A هتبقى R بس طيب هده عرف طيب و R total في حالة ايه 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 ارطة في حالة B هتبقى R بس طيب R total في حالة A هكذا نشوف نمسح كل ده كده ونوصل ال switch مع A يلا بينا ال current اسمه I هيجي هنا هيحصل له هيتقسم آه وبعد كده يرجع ايوه يتجمع وبعدين يمشي هنا يبقى في حالة ال connection مع A يبقى هنا key with A هيبقى عندك R parallel مع R اللي هم دول series مع R اللي هدي يبقى R total بتساب R على 2 زائد R واحدة على العددهم وردين زائد بعض زائد R يلا هيطلع كم بقى يطلع 3 over 2 R الله أكبر ده في حالة مين توصيل مع A يبقى R total فحالة B عرفنا انها بتساوي R R total فحالة ايوه بتساوي 3 over 2 R cancel R مع R ويطلع او اقل بالفريكشن ده هيطلع كم بقى يطلع 2 to 3 2 to 3 بل ايوه بقى question number 3 in the front figure the total resistance of the circuit equals طب بصي الكارن طالع من الباتاري اسمه عندي سكتين سكة فيها resistance 4 وبعدين يجي هنا 8 8 وسكة تانية يبقى يبقى كارن كله همشي فين يمشي هنا يكمل هنا يجي هنا في سكتين سكة فيها 8 وسكة فاضية اه يبقى كارنط همشي في السكة الفاضية يعني من الآخر دايما لما الكارنط يكون فيه سكة بيبص على اولها واخرها خد بالك بقى اولها واخرها بص بقى دي اولها هنا مفيش resistance مفيش resistance مفيش مفيش الله مفيش يبقى والسكة دي بقى فيها في باتري اه وفيها دي الهي البروديوسر طب في كونسيومر اللي جاء بيس اللي هو مين اللي هو التوؤم بس بمعنى ذلك المصر ده مفيش resistance غير كام غير التوؤم بساطة ما عنديش ايوه اه اختيار غير انه نامش في السكة الفاضية كل ده شورت وهكذا اتفقنا طبعا لو ما كانش السلكة دي موجودة كان الكارن زي منه تقسم هنا ورجع تجمع تاني ايه اتجمع تاني هنا مثلا يعني كانت تتبقى الاربعة والتمانية بارلل ومع التمانية دي series لكن وجود السلكة دي لغت كل المسارات دي كمان مرة لا يباريك لك عشان برضو في ناس ما خدتش بالها بص بقى في حالة ايوه عدم موجود السلك ده بص انا هشتبع عليه اللي هو السلك ده مش موجود ملاص لو ده مش موجود لا الكارن كان يسمه هنا اي بعد رجع تقسم هيمشي كده يرجع تجمع ويمشي كده هيبقى عندك اربعة اوم وتمانية اوم سيريز مع التمانية اكسترنل سيريز مع الار اي انترنل اللي هدي وصلت تمام لكن لكن في وجود السلك ده بص معلم في وجود السلك ده موجودة يبقى هيسيب كل العق ومشي جعل في المسار انترنل لك علي ده يبقى هنا رجع تكون كام اتنين او طبعا الامتر منه للبطاريات فهنا هنا عايز السلك كلها بتساوي مجموع ال على مجموع ال ر اكسترنل بلا ال ر انترنل يعني بتزوء بس ده اكبر طبعا هيبقى هنا اقول 15 minus a minus 3 طب المشكلة بقى عندي هنا في الكرن همشي ازاي همشي كده بالمنظرة ده هيجي بقى هنا لو تاخد بالك هلاقي ان ال points دي كلها common points يعني هتلاقي ان ال 6 اوم وال6 اوم دول parallel مع ال 3 series وال10 اوم كل ده series مع 3 اوم اللي هي هم دول يا جماع اللي بقى معليهم دول كده خلصنا كل ده بقى ايوة parallel اه ده الهتة ده شايف دول parallel مع دول اه ايه بقى هنا parallel مع بص بقى رح فاتح كده 10 اوم parallel مع 10 parallel مع 10 اه ماشي بعد كده series مع 1 اوم بص 3 اوم ودي 1 اوم 10 اوم 10 اوم series مع 1 اوم اخد بالك من اللي جاية دي شو بكرا بدأ من هنا وهيخرج من هنا اخد بالك يبقى هنا 6 اوم parallel مع 6 اوم series مع كام مع 3 بعد كده 10 اوم و10 اوم parallel series مع كام مع 1 والمجموعة دي والمجموعة دي parallel مع بعض parallel مع بعض هلاص تعال بقى نطبق اللي انا عملته 6 اوم و6 اوم يبقى كده الكوفلم بتاحهم كام يبقى الكوفلم تعدول ده 3 طيب 3 series مع 3 يديك كام 6 يبقى احنا البركت ده كله هيخلص ب6 اوم ماشي parallel مع 10 و10 يبقى الكوفلم بتاحهم ده parallel 5 وسيرس مع 1 يطلع لك الكوفلم ده كله بكام ب6 الله ده يطلع هنا 6 parallel مع 6 يبقى الكوفلم كله بقى بكام كله بكام يطلع لك ب3 3 اوم يعني كل الشبكة ده كلها البطارية بتحس بها لهم 3 اوم يبقى الكوفلم بيساوي ايه بيساوي 15 لهو ده minus 3 اهه لان ده بتزوئ كده ودي بتزوئ العكس over الار اكسترنل بكام ب3 plus 0 لان ده ينفيش انترن يبقى الاجابة عندي هتكون B question number 5 from the opposite circuit the meter reads 3 amps in the current is my if the meter then they عايز يعرف الار ده بكام طيب احنا فيه عندنا يعني طريقتين للحل بس نفضل الطريق المختصر انا هنا عندي ال V كلها ال V باتري وعندي ال I كلها فانقدر اجيب R total اللي دول على بعض يلا بينا يبقى اقدر اقول ان ال R total تساوي V battery over I يبقى ال R total بتساوي ال V باتري عندك بكام عندي ب 18 over I ثماني كده يبقى هنا 18 over I بثلاتة يطلع كام 6 اوم ده بيساوي ضربهم على جمعهم اللي هي R times 2R over R plus 2R تمام كده يلا بينام بالباكروس multiplication ده على 1 يبقى R times 2R يعني 2R power 2 ساوي طبعا ده times 1 يساوي طبعا R plus 2R يعني 3R 3R times 6 يعني كام 18R هكانسل R مع واحدة من السكوار يطلع أن R بيساوي 18 over 2 يعني كام ب9 أو والإجابة هتبقى أي or any right answer ممكن واحد يعمل إيه حل طويل شوية بس هيؤدي نفسه لنفس الغرض number 6 the opposite circuit if we remove the right hand cell and the resistor R was doubled in resistance what will happen to the reading of the voltmeter لاحظة الأول الفولتميتر محطوط between the terminals of the battery وما فيش intern وما فيش internal وبالتالي R زادت أو قلت أو اتغيرت مش هيأثر فيه قراءة الفولتميتر ده لأن قراءة الفولتميتر في الحالة العادية كم مرة في الحالة العادية لم يكون عندي دي الحالة العادية جماعة عندي بطارية واحدة بس أو بطاريتين أو أكتر بس نحن بكلم عن الحالة العادية وما فيش internal يبقى أن نقول لسعادها أن قراءة الفولتميتر هي V battery لأن القانون بيقول V بتسوي V battery minus I في R في I لكن مفيش R والتالي هيبقى V بتسوي battery بس يبقى سواء بقى R زادت قلت اتغيرت مش هيتغير قراءة الفولتميتر ما اللي يغير قراءة الفولتميتر في الحالة بتاعتنا دي بص بقى نقرأ يعني حتة أن R دابل دي مش تعمل لما حاجة خالص طالما مفيش internal خطيرة جدا جدا ملاحظ يسار ان ده اتجاه current في السرقة صح ملاحظين دي كله ملاحظ ده معناه اي بقى دي هنسميها V battery lift ودي اسمها V battery right دي معناها ان V battery lift اكبر من right يبقى before removing V battery اللي في lift side اكبر من V battery في right side والدليل ان current ماشي في الاتجاه بتاعها right مفروض يزوء كده لكن احنا ملاحظين ان current ماشي مع مين مع اتجاه lift ماشي يبقى V battery lift اكبر من V battery right وبالتالي قراءة voltmeter ستساوي V battery lift minus V battery right اللي هيطلع اقل من V battery lift لازم الرقم يطلع اقل من V battery lift لان احنا من طيب after بص معلم after هتساوي V battery lift بس يعني اعتبرنا D1 وده 2 بعد معمل removing هل القراءة هتبقى زي اللي فوق ولا اكبر من V1 لان V1 كان عبر عن V battery lift minus من ناحية يبقى ان الرقم يطلع اقل من V battery lift لكن ده الوقت المرات يحنا شن البطارية خالص يبقى V2 هي V battery بس كاملة يعني في الحالة التانية هيبقى القراءة اكبر من الحالة الاولانية لان حصل removing للبطاري اللي بتزوء opposite direction او بتعمل pushing للكرنت عكس direction يبقى يعني الخلاص للكلام طب والresistance اللي بار مناش اي تأثير خالص خالص في اللعبة دي يبقى هنا هنقول اي الاجابة it will increase if you remove right battery القراءة هتزيد لانها تعتبر بتساوي V battery كاملة انما لابل كده كان ما ينس منها V battery بتاعة right question number seven from the front figure the value of the i equals بص بقى سيدي الاي زي ما انت شايف بتخش من ال point d يحصل لها اي بتتقسم ثلاث اجزاء i1 و i2 و i3 طب i2 بيعدي على العشرة اوم و i1 بيعدي على العشرين اوم و بيجتمعوا مع بعض يطلع لك هنا اي i1 plus i2 ف i1 plus i2 بكام بتلاتة امبير هيجتمعوا مع ال i3 و يطلع مين ال i خد بالك بقى هو عايز قيمة i فانا لو درت اجيب i3 ان i1 plus i2 عندي بالتلات فاضل i3 اجمع ليه تلاتة امبير يطلع لك ال ريكال طب اللحظين حاجة برضو هي سيدي مش الثلاثة برانش دولين برانش 20 اوم والعشرة اوم والخمسة اوم دولين برانش طب يبقى الفولتج عليهم متساوي تمام طب قد رجيب بقى الفولتج في المكان ده بص اولاد ما بين ال point d وال point د اي راييكم اه لان انا عندي الكرنت اللي ماشي في الاثنين لو ايه ثلاثة امبير واقد رجيب resistance بتاع كمبا يا سيدي 10 times 20 على 10 بلاس 20 هيطلع ب 20 فولت طيب ما هو نفس الفولتج ده هو نفس الفولتج اكروس الفايف ناخد بالك 20 اوم بارلل مع 10 اوم بارلل مع الخمسة اوم يعني الفي اللي اللي بطلع هدي هي نفس الفولتج اللي موجودة في الخمسة اوم يعني بتساوي اي فار الخمسة اوم يعني الكرنت ثري او اللي هو ده اللي ماشي هنا اللي ماشي بالهمسة 4 امبير هيتقبل مع مين مع 3 امبير هيطلع وكام اه يبقى اي هتساوي 3 امبير اجمع حمال 4 امبير هيطلع كام 7 امبير يبقى اللي جابة عندنا هتكون ايه هتكون C question number 8 consider an electric current passing through two straight wires x and y that are placed in the same media the opposite graph shows how the magnetic flux كما تعودنا اول حاجة بنعملها قبل ما نعمل اي حل لازم نكتب الماثماتيكال اكواجن الماثماتيكال اكواجن هنا B equals ميو over two by i over d ثم مرد كده نجيب الاسلوب عن طريق الحاجات اللي مرسومة عندي هنا هن cancel البي وال i يبقى هنا الاسلوب طبعا الميو على two by ما تتغيرش يبقى علاقته بالdistance between the wire and the point and the point وبالتالي اللي عنده سلوب اكبر يبقى هو قريب من الpoint واللي عنده سلوب اقل يبقى بعيد عن الpoint فتعالنا نقرى الجملة اللي هو بيختارها ترى شوف كده اول جملة the distance between wire x ده wire x يا جماعة اللي ليه سلوب اكبر يبقى slope بتاع تعال كده نشوف the distance between the wire x and the point b is smaller smaller هاي smaller يا جماعة this هدا smaller than the distance between the wire y and the point b وكده نعتبر ان الاجابة ايه هي الصحة مش هكمل بقى ايجابات خلاص ايجابة ايه هي الصحة لان سلوب x اكبر من سلوب y يبقى المسافة بين الو point x اقل المسافة بين الو point p بين الو y و point p question number nine a very long straight wire and a conducting ring are placed in the plane of the following figure where both carry electric currents of the same intensity i ودبالك الاثنين فيهم نفس الكرن of the same intensity i in the direction or in the direction so طبعا ملاحظين انه في الكويل اخد اتجاه anti-clockwise وفي wire a perpendicular down ناشي ف يقول لك هنا the resultant magnetic flux at a point p is وجايب لك هل هو inclined to the coils plane by 45 هل هو perpendicular out هل هو perpendicular in ولا zero اه ايما نحن بيتكلم على ال direction طب بداية هتعال نحدد عند point p بالزيت لأنه بيتكلم عن point p تعال عند point p في كم field هتقول لتنين واحد بتاع circular coil وده اتجاه فين بتاع circular coil اولا ده هنا anti-clockwise اللي هو الدكيه الكرة يبقى ال field هيكون perpendicular to the page out of the page جرب اهو ده مش هنا عام north وانت عارف ان الفيل دايما بيطلع من north تمام او غطأ زيست البيبسي ولف وكده هتلاقي بيتفتح انت عايزها جيب اتجاه الفيل عند center خاص بالcurrent بتاع coil هتلاقي perpendicular to the page out of the page خلاص عرفنا كده out of the page طب بالنسبة لل straight wire carrying current and downward مش ده لي field برضو في المكان ده اه لو طبقنا empire right hand rule هلاقي ان البي بتاع straight wire هيكون perpendicular to the page into the page يعني الاثنين perpendicular ايوة بس واحد out والتاني ايه والتاني ايه يبقى هن cancel من ومين هن cancel ده الاول اتبقى لاندي ثلاثة احتمالات لو البي circular coil هو اللي اكبر هيبقى resultant لبر والاجابة هيكون بي طب لو straight wire هو اللي اكبر في field بتاعه هيبقى الجو والاجابة هتكون c طب على خط واحد واحد in والتاني out واحد in والتاني out في ثلاثة احتمالات يا يطلع out هو اللي اكبر يا اما يطلع ال in هو اللي اكبر يا اما الاثنين قد بعض في cancel بعض طيب كميل هنحسم الكلام ده زي هنجيب ratio ايوة بين البي بتاعة circular والريشو دي لها ثلاث احتمالات يا greater than one وبالتالي يبقى ال direction بتاع ال field بتاع straight هو اللي يغلب يا smaller than one يبقى ال b بتاع straight هو اللي يغلب يا equal one يبقى الاثنين يcancel وبعض اديك zero طب يلا اكتب القانون حاضر يبقى ال b circular quid يبقى mu على two بس ال n بواحد ال n بواحد i على r صحيح كده ادقانوا mu على two n i على r والn ب one طب وتحت تحت بقى يا c دي خلي بالك عشان دي سرق ركور خدنا ال r صحيح طب عشان straight wire هناخدوا المسافة دي كلها اللي هي d plus r لان هنا في مسافة اسمها d معرفش كام وعندك هنا عشان توصل للسنتر عايز r كمان يبقى هنا d plus r يبقى هنا تبقى mu ايوة وعتغلت على two by ايوة نفس i بس على d plus r الله اكبر نعملي بقى هتcancel فوق وتحت المتشابهات 100 على two 100 على two ال i مع ال i هلص كده هيطلع لك one على r على one على by d r d plus r يعني يطلع لك ايه by ايه d plus r على r d plus r على r او by افتح d على r plus one خد بالك بقى وده هيرقم يطلع greater than one الرقم ده جامعة هيها greater than one ده معنى ان ال b circular coil اعلى من ال b بتاع straight wire وهم على خط واحد لان الاثنين perpendicular بس واحد in والتاني out الاثنين perpendicular على الورقة بس واحد in والتاني out فالفيلد هيكون في اتجاه الله اكبر circular coil اللي هو perpendicular out perpendicular out of the page هد بالك يبقى هنختار من الحل c لان السكرين هنا بالنسبة هي ال page perpendicular and out of the page لان ال b circular coil اكبر من b straight wire زي ما احنا اثبتنا بالقواني number 10 in the figure the two solenoids a and b solenoid a و solenoid b ماله have the same number of turns عدد اللفات زي ما هو carry equivalent direct current نفس الكرن the ratio of the magic flux of the coil a to the may flux coil b flux a لفلكس b طب هو يقصد flux ولا flux in ternesti ولا اي بالظبط حتى لو لا قصد flux ما الفلكس بيساوي بي في اي والا واحدة الاريا واحدة نحن سرعني يعني فتعال نشوف يبقى هنا ال b بتاعة السلenoid تساوي اي ميو ايوة n i over l هي وصد الأفاضر الميو مش هتتغير ال n واحدة ال i واحدة يبقى العلاقة هنا مع مين ايوة مع ال l جميل طب b سلenoid a لb سلenoid b بيساوي length سلenoid b لل length سلenoid a تعال بقى نجرب length السلenoid b بكام طبعا to l over l يبقى الرشو بينهم كام هتقول to to one اللي هي مين اللي هي number a number 11 in the figure which wire if any is not affected by a magnetic force طب هو المagnetic force يا جماعة f بتساوي ايه بتساوي b i l من b ده b اللي هو المagnetic field at a point due to two wires إنه هو بيكلم مكانة أنهي wire مش هتعرض لforce وبالتالي الفورس بتساوي b المكان ف i l ال wire بتتكلم عنه وانا عندي هنا ثلاثة احتمالات b a و b c وبالتالي لو كلمت على ايه هتكلم على الفيلد بتاع b و c اتكلمت على b هتكلم على الفيلد بتاع a و c اتكلمت عن c يبقى كلم على الفيلد بتاع a و b مثلا يعني يبقى ده الفيلد بتاع two wires ف i l بتاع الثارد ماشي اللي هو الثارد اللي هو ايه ارضي يا جماعة ثارد ماشي ف i l الثارد b ال two wires طب لاحظ بقى هنا ملحوظة ذكية جدا للهو للهو نظر يعني لاحظ إن ال two wires a و b دول ال current فيهم in opposite directions ماشي والwire c ده براهم براهم تمام على بعد من two i double d ماشي وعلى بعد من three i three d تخديم بالكم اه إن ريش والمسافات هي نفس ريش والcurrents اه الملحوظة بقى هنا إن الفيلد بتاع the two wires دول في المكان اللي فيه c بصفر يعني at point خلي بالك بقى point ها بسمعها point ها c b ال wire a بيساوي b ال wire b جرب كده حاضر ميو على two by أيوة ده ال wire a ثلاثة i على ثلاثة d باللعلك من الأول إلغاية c مش ثلاثة d اه اعلقته ب ميو على two by اتنين i اللي هو بقى ال wire b ده اتنين i أهو ده التاني ده كان ثلاثة i ها اتنين i على اتنين d شايف اتنين d اهو على اتنين d الله عليك حبيب والديك هيساوي بعد يا جماعة هيساوي بعد يا جماعة والله نفس ال ratio نفس ال ratio بص كده ده يتكانسل مع ده خلي بالك وال ratio دي هي هي ال ratio دي بالزبط يمو بيساوي بعد وعكسة بعد opposite خلي بالك ال two by عند the point opposite يبقى ال b total بتاع two wires بتوع a و b عند c بصفر الله أكرر الفورس عند c هتقول لي صفر zero ها في il يطلع لك zero الله أكرر هيطلع zero طب انت معلش سار رجبتها ازاي كده بسرعة يعني انت ايه اللي دار في مخك اللي دار في مخي neutral point يا جماعة انا دور بدور على ال point اللي فيها ratio current زي ratio المسافات بالزبط هتلاحظ ان two i وهنا فيه two d بص جسا three i و three d الله أكرر خلصت يبقى دول الفيلد بتاعهم هنا بزيرو يبقى zero في il يتعال لك زير اه يبقى هنا الحل بتاعنا في number 11 هيكون الحل c number 12 the following graph represents the relation between the deflection angle of the galvanometer pointer theta and the current passing through the galvanometer coil i حيز السنستيبتي طبعا انتعرف ان السنستيبتي بتساوي theta over i فاكرين دي theta over i مش دا الاسلوب هجما بالله عليك مش دا الاسلوب ها theta over i اه وده zero zero ايه هي بدأ يطلع كام بقى هتقوله 90 over 45 90 over 45 اهي اخذنا الpoint دي واخذنا الpoint دي 90 و 45 طبعا مع الزير بقى ها مع الزير لو انت عايز تجيب y2 minus y هون كلام دا يطلع كام 2 degree per micro ampere 2 degree per micro ampere يبل اختيار عندك ايها بي number 13 the following figure represents a current carrying coil in a uniformatic field if the position shown in the figure اه 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 is tau tau هنا max الحالة دي tau هنا max ليه بقى جماعة tau هنا max لان التاو هنا بيسوي بيان ايوه sine theta وثيتا هنا هي الانجل between the plane of the coil and the perpendicular to the field ده الخط ده العمودي على الفيلد مش ده الفيلده جماعة اه وده خط عمودي عليه وده the plane of the coil هنا الانجل كاما جماعة 90 وده وده the plane of the coil ده the plane of the coil ده ايها يبقى العلاقة ما بين العمودي على الفيلد العمودي على الفيلد والplane of the coil ب90 او لو انت عايز تاخد الانجل بين الفيلد والكويل خد ال cosine يبقى ده cosine 0 بين الفيلد نفسه بين الفيلد نفسه والبلين الانجل 0 خلاص يبقى اسمه ايه torque ايوه max ده اسمه torque max في الوضع ده طيب بيقولك بقى ايه السؤال بقى جاي نص torque max اللي بتاعنا ده نص torque max العلاقة هنا مع الساينة جماعة مين الانجل اللي الساين بتعاته الدك نص الانجل 30 بس بين مين ومين بين plane of the coil والnormal to the field بين plane of the coil والnormal to the field طيب الاختيار طبعا عندنا number d لو احنا عملنا perpendicular to the field وده plane of the coil الانجل دي كما جماعة هتبقى third لو طبقنا الريليشن هنا بيان sine third هيطلع نص نص البيان bian يعني نص نص torque max طب افرد اشتغلت بالكوزين بسيط يا اما cosine zero يا اما يعني هنا بص بقى torque بيساوي بقى bian cosine zero هنا هيبقى bian cosine 60 هدي برضو نص maximum torque ايه الشاهد في الموضوع انه بيحاولي الاخباطك بيحاولي الاخباطك هل انت عارف ان لو في القانون يعني لو انا خدت الانجل between plane والف اللي اخد الكوزين ولا انت خفز sine وخلاص sine دي لو بتاخد الانجل بين واحد والعمودي على التاني بين plane وال normal to the field او field وال normal to the plane باخد sine لكن لو كان بين plane وال field باخد الكوزين فهنا بيدور على ازاي بنحصل على نص الماكس بتأتي اسمع بقى نص الماكس بتأتي لما يكون الانجل بين plane وال field 60 او بين plane وال normal to the field 30 وصلت ياما بين plane وال field 60 ياما بين plane وال field وال normal to the field جماعة بص اسمه normal to the field الفيلد اهو وده normal عليه normal to the field ياما بين plane وال field 60 ياما بين plane وال normal to the field خلي بالأحمر كده اهو ده normal to the plane and the field دي كام تبقى 30 خلاص يعني يدايا ده ده اللي يدي لك نص الماكس كذلك في الدينامو خد بالك كذلك في الفورس يبقى الفورس ف بسعبه بيل sine theta والتورك بيان sine theta والدينامو ن بي اي اوميجا sine theta الحاجة اللي فيها sine theta دي عايز تحصل على الماكس بتاعها يبقى plane parallel to the field أو angle between plane وال normal to the field 90 أو angle between field نفس plane وال field 0 أظن الكلام واضح يبقى الإجابة عندنا number d number 14 a galvanometer has a resistance 15 milli اوم اش غالي بالك مليونتز ايوة produces a full scale deflection of a galvanometer يبقى دا ال اي جي اش اش connected in parallel with the galvanometer to convert it into an ام اش the resistance of the shunt is 45 micro ohm micro ohm دع اش the greatest current that the meter can measure equals ان اش القانون صريح ان i تساوي ig افتح 1 plus rg على rs اللعبة هنا في ايه طبعا قانون ساهل وتعاويد مباشر اللعبة كلها هنا في التحويلات لانه طلع الارقام كلها بالامبير في الاخر طب يلا يبقى لازم بالامبير يبقى 150 times 10 power negative 3 فاش مشكلة افتح 1 plus 1 plus بص يا معل عايز تخلي الاتنين بالميلي عايز تخلي الاتنين بالمايكرو عايز تخلي الاتنين بالقوم خلي بالك عشان احاول من ميكرو قوم لميلي قوم بطرف 10 power negative 3 يعني الاتنين فوق وتحت والميلي مثلا افرد واحد عايز ديخلي دي 12 ميلي وتحت 45 ميلي عشان احاول من ميكرو الميلي هضرف 10 power negative 3 بقت فوق ميلي قوم وتحت ميلي تب افرد واحد لم يسعف الكلام ده يعني يعني افرد الحل يعني الحل ما كانش عمل كده هما كان عمل يبقى اسيد بص عمل حول اتنين القوم يعني ضرب في 10 power negative 3 والتي تحت ضرب ها 10 power negative 6 يا جماعة يطلع نفس الشكل لانه احنا عملنا سيمبل فاي هت تقنسل ده مع ده يطلع لك تحت 10 power negative 3 زي ما كنت عامل اللي خلاص المهم في الاخر خالص ايها الشباب الفاضل المناضل الحل بتاعنا هيطلع كام هيطلع 40.15 يعني هيطلع 40.2 امبير الاجابة بتاعتنا هتكون ايه هتكون سي number 15 an ometer of resistance R is used to measure the resistance of an unknown resistor the يعني الوينتر وقف هنا the issue of the resistance of the unknown resistor to the ometer resist طبعا هنا ال ometer resistance سميها R ماشي ايه رأيكم نسمو unknown resistance اللي هو قال عليها دي اللي هو وصل ها سميها RX ايه رأيكم يعني المكان ده في ايه كلمة RX طب بداية يا اولاد بعد اذنك مش ده اسم اي ماكس اه طب تقسم كم تقسيم كده تقسم اربعة يبقى تقسم ايه بقى عندي اسم ربعة اي ماكس طب وهنا ده نص اي ماكس طب وهنا تلتة اربعة اي ماكس طب وهنا اي ماكس كاملة طب يعني قدر اقول هنا ان ال اي داش بتساوي ربعة اي ماكس لو انت تشتغل بالطريقة بتاعتنا طريقة طريقة خراز هنقول يبقى نقلب اه يبقى هنا ار اكس هنقلب ونشيل واحد هنقلب ونشيل واحد يعني ايه اربعة اسواح من ار اللي هو الام او يبقى ار اكس بتساوي تلاتة ار فهو عايز ريشه بين الانون والام يعني عايز ار اكس الار يطلع ويطلع بثلاث طيب واحد يقول والله صار انا نسيت يعني معلش في نسيت الشور ده حاضر مفيش مشكلة خلص لازم ابقى عارف الاب بدل وقف هنا عند العلامة اكس يبقى ايه علاقة الار دي بال بال هنا طيب انا لاحظنا ان الاب وقف عند ربع الاي ماكس ساعت اقدر اقول ان اي داش زي ما عملنا في البداية هنا بداية دي واحدة اي داش بيساوي ربع الاي ماكس تعال نفك الكلام ده بقى منصدوف الكلو يبقى اي داش بتساوي يا جماعة بتساوي بي باتري ايوه على ار اكسترنل بلس ار الاي الاميتر صح جده بي باتري بيتساوي ار اللي بره زائد ار الاميتر بتساوي ربع ايوه بي باتري على ار الاميتر بس من غير ما نحط ايه اكسترنل معه نظلم هاكنسل البي باتري مع البي باتري ونقلب هيطلع لك ان الار اكس بلس ار بيساوي اربع ار يعني الار اكس بتساوي تلاتة ار يعني ار اكس على ار بك بثلات وهو ده المطلوب يبقى الاجابة بتاعتي بص بقى عشان ايه تتخيل الموضوع المفروض الرسمة تكون مقلوبة يعني لكن فيش مشكلة الماجنت هيخش من هنا ويطلع من هنا يعني يقرب ويبعد ولو حتى عكسنا الرسمة هادي الماجنت اهو هادي السوت اهو وهادي الرينج تحت اهو انا قصد اولي كده بالمنظرة ده يمكن السؤال بالمنظرة ده كده اهو الرينج مفتوح وده بيقرب حلص فالمهم ما هيخش ويطلع سواء كان بالرسمة دي او بالرسمة دي سؤال لولادي بقى الناس الحلوين لما الماجنت يقرب ويبعد يطرى الانديوز دي كارن في الرينج بكام برافو الانديوز دي كارن بصفر يصير لافيش كارن لكن الانديوز دي ام اف لا فيه انديوز دي ام اف فيه رقم بالفولت بس يبقى هنا الرينج وطالما الماجنت بتحرك داخلها او ببعد عنها او بقرب منها في انديوز دي ام اف ولكن حلو حلو هنا بقى بيسأل على ايه هل بيسأل على الام اف لا هل بيسأل على الكارن اللي جابه يس بس بين دايركت وي ازاي هو انا لما يكون فيه كارن في الرينج مش بينشع عنه ايوه ماجنتك فيلد وماجنت اه مش الماجنت ده بيعمل فورس على الماجنت اللي بتحرك اه يبقى الماجنتك فورس دي بتنشأ منين من تو ماجنت علم الماجنت الاولاني اللي هو اللي عندي ده الليه برمنت ماجنت والتاني بينشأ لما يعدي كارن لما يكون في كارن فلما يكون في كارن يبقى الرينج دي one face بيبقى north والتاني بيبقى south according to lens طب ما فيش كارن اساسا مهما ببعدل فيش كارن يبقى ما فيش ماجنتك فورس انسى ما فيش ماجنتك فورس هو في ايه مقاف بس ما فيش current وإذا ما فيش current يبقى ما فيش repulsion ولا attraction يبقى لنزروا اللي هنا مش هنطبقها على إيه على الحالة بتاعتنا لأن ما فيش current أساسي خلاص فهنا بقى يقول لك يا سيدي there is an attractive force أو ما تكملش ما تكملش بدل بقى لك there is و force ما فيش force عاملها طب there is a repulsive برضو ما تكملش بص كده there is no أيوة when the magnet approaches the ring and no magnetic force لما يابعد عن الرنج الله نا ها هو دي سي بص كده تحت there is an attractive أو ما تكملش ما فيش فرصة يا جماعة ما فيش الفرصة دي بتانش لما يكون فيه current فيش current هنا so ring is open أرجو يكون الكلام مماضي number 17 a rectangular coil is placed in a magnetic field of flux dynasty 1.7 تسلا يبقى ده where the plane of the coil is parallel to the field ماشي طبعا ده وضع there coil has 400 turns يبقى ده ال N ال N 40,000 area ده الarea جماعة بالسنتيمتر سكور خلي بالك ده الarea عايز البصباء the average into use DMF generated in the coil if it's rotated a quarter cycle ربع لفة في 0.05 seconds لغاية ما يصبح perpendicular to the field يدخل بالك يبقى ال EMF average تشغلش نفسك بقى من negative لأن كله بصدف يبقى N أيوة BA على time الربع لفة بقاشا ده ال average على quarter cycle كل حاجة عندك قد بالك بقى يبقى ال N بربع مية اهي طب ال B ب1.7 طب الarea ب20 أوعة كل الكلام ده divided by 0.05 هيطلع كما جماعة هيطلع الحل بتاعنا هيطلع ب27.2 ب27.2 بصوا بقى ده ال ايه ده الحل الرغم ايه سؤال افرد كان قال في السؤال عايز ال instantaneous EMF at this instant افرد قال كده هيطلع 0 لأنه قال ايه وصل الوضع البربنديك لو انت عارف انه وضع البربنديك بيكون في الامف اللحظية بتكون صفر بس طبعا ما قال شي كده هو عايز ال ايه عايز ال افرد فده ال ايه سؤال مباشر فوش اي حاجة number 18 the following figure shows the an electric circuit that contains a battery of 10 volts with negligible resistance a variable resistance RV an inductor of inductance 0. I'm sorry 20 mH a negligible omic resistance بعد كده if the variable resistance R is increased to have a value 12.50 12.50 في حاجة تانية غيرها لا هل في resistance هنا لا هل في انترنل دي خلاص بيت كام يا جماعة دي دي اصبحت 12.5 at an instant في لحظة ما خد بالك من كلمة لحظة ما دي ناشي the electric current intensity in the circuit at this instant يعني هو بيسألك عن الكرنت في اللحظة دي في اللحظة طب اللي اقول الحاجة هقولي الاي بتسابي ناشي V battery على R external plus R intern يلا V battery بكام ايوة 10 دعا R external بكام 12.5 R internal بكام بزيرو بش غيرهم لا هيطلع كام يا عام الحاجة هيطلع 0.8 ampere المفروضة في current يبقى كده لكنهم مش بيسأل على current هو current فعلا كده الكرنت لو انا حطينا ميترا هيقرة كده لكن بيرون بيسألك على اللحظة في اللحظة اللي زود فيها resist اللي زود فيها resist الله وانا لما بزود ال resist ايوة اللي بيحصل current مفترض الكرنت في circuit BL لغات ما يوصل للرقم ده صح طب اللي بيحصل الماغنيتك field يعني current هنه decrease صح فالفلاكس برضو ايوة decrease الفلاكس برضو بيقلها هيقطع في هيقطع في الكويل هينشع عنه ايه بقى هينشع عنه induced electromotive force يبقى يعني هتزق مع البطارية ولا ضدها شوف اللي بيحصل current current بي ال current بي ال و current to lens هينشع induced dmf in the same direction of the battery يبقى دي كأن في battery كمان يعمل حج بتزق معاك اوو forward induced dmf current lens rule مش اتر current بيقل اه flux بي ايوة في طبع في الفقول فهينشاء لك emf in the same direction of the ايوة current او emf ليه عشان ما ييقلش مش عايزيه ايوة يبقى معنى ذلك في اللحظة دي في اللحظة دي ال current هيكون اعلى من 0.8 امبير بعدين هيرجع تاني 0.8 عادي انا اوصد اقول في اللحظة في اللحظة اللي انت زودت فيها irresist في الغالت ما وصل ال 12 ونص نشاء induced الله اكبر the same direction of the battery producing a current in the same direction of the battery يبقى current هيكون مش 0.8 يكون اعلى من 0.8 في اللحظة دي بس لكن بيرجع تاني 0.8 يعمل حاج واستقر عليك يبقى الاجابة بتاعتنا هيكون هيكون greater than 0.8 امبير number 19 السؤال ده يعني يمكن تصنفه من اصحب الاسئلة اللي ممكن ده كابوس بالنسبة طب ليه لان الاربع اجابات غضب يعني الاربع اشكال غضب ولازم تختار منهم اجابة يبقى لازم تختار احسن حاجة عن احسن حاجة في الزبالة انت مضطر تاكل من الزبالة فلازم تستنضف يعني شوف انضف حاجة في الزبالة نفس القصة طب ليه بتقول كده تعالى نشوف نناقش السؤال انا جايب لك السؤال ده بعبله كده من البانك زي ما هو اجي يا الله بينا احد البنوك المشهور اياه فبيقول بقى ايه اخطاء يعني يعني جايبه عشان انت يعني تقيم اقرب حاجة للصحية اولا المفترض انما المجند ده يقرب بينشأ هنا حاجة اسمها back and use dmf back يعني مع فروض الpeak تبقى من تحت يبقى dmf مع time انا بقولك اللي جابه الصحي المفتقون اللي عملت ازاي dmf مع time لازم يكون فيه peak من تحت من تحت back بالمنظر ده كده لانه اللي بقى اللي بقى هو بيقرب فريته في تغير وبالتالي بيوصل لذروة بعدين يقل لإيه لغات مبقى zero وبعدين وهو جوه الcoil دي المرحلة التانية مفيش emf وقو دي المرحلة التانية وهو طالع بقى بيتكرر نفس اللي حصل في المرة الاولى بس peak اعلى يا ترى لان سرعته هو خارج اكبر من سرعته هو داخل وهو خارج فيتو اكبر من فيون لان فكل ما ايوه لان فيه اكسلريشن خلاص فالصورة بتزيد فالمفروض الجرافي يبقى المنظر بتاعه عامل كده خلاص طيب هنا هنعمل ايه للحتة دي على اساس ان ده مجلة ايه قصي اوزع يعني ماشي مالش اوزع ولا حاج مش هياخد وقت طويل وهجو يعني خلاص طيب ايه يعني بيقرب فيبديك باك ان ديوز 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 ثم بعد كده وهو بيبعد بقى فيه فرور فاقرب حاجة للصح هنا هو الاجابة سيه دي اقرب حاجة الاساس النوية مطبقش ماشي يبقى فيه ايه ايه اصغر من ايه 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 لانه هو خارج وهو خارج السرعة اكبر هو داخل السرعة اقل فيمكن دي اقرب حاجة للصح اقرب حاجة للصح انه مطبقش لينز ماشي مفيش مشكلة يبقى فيه عندك اي ام اف وهو داخل وعندك اي ام اف وهو خارج بس اي ام اف وهو خارج اكبر من هو داخل وعكس الديريكشن مفيش عندنا غير الرسمة اتفقنا ايوه السيدة الافاضل لكن المفروض الرسمة الصحيحة تكون البيك من تحت الاول والبيك بتاعتها قسيرة وبعدين دي الفترة اللي قاعد فيها جوه الكويل بعدين بيك كبيرة شوية بس لفوق لفوق لان سرعة الخروج اكبر اقبالك اقبالك اقل طبعا اقل اقل اقبالك اقبالك وهكذا ده اقبالك اقبالك يعني اقبالك ينطبق او يعني المهارة العقلية هي مهارة الـ التي تقييم تقدر تقييم السؤال او تعمله ايه تنتقد يعني question number 20 in the following figure the current in the long wire produces the magnetic field in which a square coil is moving then the induced the current in the coil كلم دلوقتي على induced the current في الكويل سنكون فقنة اتجاه يجب دي اختيارات inclockwise ولا anti-clockwise ولا zero ولا enter منيابل given the information stated يعني يبقى cd انه مفيش يعني معلمة كافية ما اقدرش ان انا احدد ال direction طيب ماشي هنعمل اول حاجة طبعا السؤال ده مره علينا كتير وفي طريقتين للحل في الطريقة المفصلة وفي الطريقة السهلة السريعة يعني هنخلنه نفصل الاول اولا زي ما انت عربت the current بيتحرك لفوق يبقى باستخدام amperes right hand rule يبقى ال field على ال side هيبقى perpendicular into وكل ما بعد ال field بيبتدي EL ما نظر انت شايفه وفي الناحية التانية perpendicular out برضو نفس القصة بس طبعا ما مهم ليش المنطقة التانية طب ال B كل ما الكويل يتحرك كده B صح مسافة بتزيد ال B طب مش الكويل ده بيعمل cutting ده flux lines و delta phi m by delta t ده delta b f a d delta t bl يبقى EMF اللي طلع بالinduction هيتعمل current ده هيولد عنه field يزيد ولا يقل يعني يكون معا اللي برا ولا ضد ويكون معاه عشان ميقلش according to lens rule طالما ان B decrease يبقى لازم الinduced dmf تنشأ current والcurrent يعمل field بحيث انه يزود مش قلله طب انت دلوقتي الfield اللي انت عايز تعمله لازم يكون x ولا dot لا لازم يكون x لازم يكون x يبقى الinduced current اللي يعمل x يبقى في any direction هيكون ايها look wise بالمنظرة ده يعني انزا ما انت عارف ان الfield اللي هيتحرك بحيث انه يقطع flux lines بتقل يبقى لازم الinduced dmf تكون ان direction such that ان تزود مش تقلل او for every reaction there is reaction الaction هنا انا ببعد الكل صح الreaction هيظهر current في direction بحيث يعمل attraction مع الwire او الاثنين يكون في نفس الهيه في نفس الdirection يبقى current اللي هينشأ هنا الاخشن ببعد الreaction انه مايبعد شي مايبعد شي يعني current اللي في الصيد يمشي في direction in the same direction بتاع current اللي مايشي في الwire عشان يعمل ايه يعمل attraction اللي انت بتعمل ايه انه ببعد وحكس يبقى الطريقة التانية اسهل بكتير من الطريقة الاولانية الطريقة التانية ايه بقى cd for every reaction there is reaction ايه 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 هيطلع current الكون في نفس direction الكون الكون عشان ايه 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 عكس اللي انت بتعمله انت بتبعد لا انا عايز مش عايز يبعد خلاص يبقى الكون يمش في direction ده عشان مايبعد ايه اللعبة فاحنا هينه هايكون اللي اجابة عندنا هي a in the clock wise there number 21 an ac generator consists of a coil of an area 40 cm square خد لبالك area of cm square and number of turns the car rotates with the frequency in a uniformality field of intensity if the generator is connected to a device that consumes 120 joule دم سمي W يعني الwork or energy خد بالك of electric energy per cycle خد بالك من الكلام per cycle per cycle وعلى فكرة لو انت عايز تجيب الزمن احنا عندنا طبعا frequency فانا مجيب لك time اللي بيحصل في الهكا than the maximum value بذكران هنا عايز تجيب i-max بتاع generator طيب هنبتدي منين وازاي اول حاجة قانون power حبيب قلبي i-7 w ايوه over t بس هنا بقى t مش اي تية باشا ده هنا t تبقى capital لانه w ايوه f على اساس ان frequency زي ما انت عارف عبارة عن one على t فاناشلت one طبعا اندي times one مثلا times one على t وحطيت frequency صح كده تمام يالله بين w بكم يا معلم واحدة واحدة كده يا سيدي كلها كلها هتوصل ليه لبرا الامان ها frequency times 25 هيطلع كام خد بالك 3000 واط اللي بقى ده مين ده ال power اللي في one cycle اللي خده الجهاز energy اللي خده الجهاز في cycle طبعا مش ال power برضو بيساوي i effective v effective اه يمين طبعا انا لو شلت ال i effective حطيت ايوه 1 على root 2 i max وشلت ال v effective وحطيت 1 على root 2 v max وضربتهم في بعض مش يطلع لك 1 على root 2 i max times 1 على root 2 v max اكتبها لك اهو عشان برضي بقى قدامك 1 على root 2 i max times 1 على root 2 كلت عشان يطلع كلمة i max اللي هو عايز 1 على root 2 v max يعني بالاخر لو ضربت وانا على root 2 فانا على root 2 لطلع لك half ايوه i max v max الله اكبر اوعى تنسى ان ال i ال power عندك طب هال v max عندك ولا ممكن اجيبها a v max بيتساوي n b a omega او 2 by f تعني نجيبها يبقى v max بالمرة بقى يلا v max بتساوي ال n بكم يا معلم ال n ب 50 طب ال b بكم يا معلم ال b 2 طب ال area بكم يا معلم اوعى تغلط 40 times 10 power negative 4 في 2 by في f اللي هي كامية c d f ب 25 المهم كده هيطلع 20 by volt ده مين ده ال v max طب اما تيجي نعوض بقى ايه في ال equation دي اه يبقى ال i max بيساوي الله ال half دي هتروح الناحية التانية هيبقى double power over ال v max تنزل تحت يلا بينا عشان بس برضو ما يختلطش عليك الامر اهو تعالى اكتب لك القانون ده تاني ان ال power بيساوي نص i max v max كل اللي انا عملته جبت ال i max ال واحد double power يعني double في الثلاث تلاف اهو اللي انا حسبته اللي هو ده over v max اللي انا لسه حسبها ال v max اهي اللي هي كامية c d 20 by هيطلع كام بقى هيطلع 95.49 95.49 يعني 95.5 95.5 هيبقى ampere اللي هو الان اختيار اللي هو اختيار c number 22 which of the following graphs represents the relation between the maximum induced emf across a coil of an ac generator emf max and the area of the coil سمنتوا عارفين ال emf max بيساوي n b a omega فالعلاقة بين emf والarea طبعا العلاقة بينهم direct portion relation emf max portion direct مع الarea من ال اختيار بتاعنا هيكون الاختيار b number 23 the following figure represents a transformer if the primary core is connected to a battery خلي بالك واع سودة دي a battery of voltage v اذا قدامك هيا جماعة الشون what will be the potential difference across the resistor r بتكلم على secondary هنا that is connected to the secondary coil اولا ده شغل بنظرية mutual induction mutual induction ايه بقى mutual induction يعني change in flux in the primary coil delta phi m by delta t is sent to be cut through the secondary coil طب لو ده بقى ايوه 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 مش الكلام ده. وبالتالي هي بالإجابة equal zero. there is no induction. consider an idea transform of efficiency. أيوة. ده الإيتا. 85%. when an AC voltage of 9 volt is applied across the primary code. اللي بدأ VB. current two ampere passed through the primary code. اللي بدأ ال IP. بص بق. هنا هيسأل علي. السؤال هنا غريب. يعني. يمكن أمر تتسأله. هو هنا عايز بين بقى. نعايز الpower lost. يا باشا. الpower lost. مش الpower اللي طالع على السكندري. الpower اللي خسرته أساسا. بسبب عدم كافية الترانسفور. يمين. مش أنا عندي l-efficiency. 85%. يبقى الpower lost. يتساوي. 100. شيل منهم 85%. من الpower اللي دخلناه على ال primary. ده الpower lost. مش أنت دخلت energy على ال primary. وصل منها كما للسكندري. 85%. طب وال15% اللي دخلوا على ال primary. راحوا فين. lost. مخرجوش. فقدوا في ال transform. ومرضون. يبقى بقى 15% من I primary V primary. اشتغل. يبقى 15% من 2 times 9. هيطلع كم بقى يا معلم؟ هيطلع 2.7 watt. 2.7 watt. يعني الإجابة رقم كم؟ إجابة رقم C. سؤال جميل. number 25. إذا شونا RC circuit. في Total impedance. when the circuit is 35 Ohm. and the emitter has neglected resistance. then the capacity of reactance. سواءي XC. ساوي كم؟ إج دي من تعرف اللي Lim tsp. في حالة RC. ساوي SqR R SqR. plus XC SqR. ومن هنا هو عيث ده. دول عمديها. therefore XC بس. ساوي. SqR. z sqR minus r sqR. والاثنين عندك يبقى الـ XC تعويض مباشر سوى إذا في سوار روت 35 power 2 minus 28 power 2 هيطلع الحالة 21 ohm اللي هو الاختيار رقم A question number 26 a capacitor of a capacitor C is connected to an AC source with a maximum voltage V which of the following graphs correctly represents the relation between the maximum value of the current خذ بالك ليلة Imax passing through the circuit Imax بسيط هو الـ Imax بتسوي من قانون Ohm Vmax أيوة على XC فك فوق وتحت يبقى NBA أوميجا على 1 over أوميجا C يلا بينا يبقى NBA أوميجا سكوار في C فك الأوميجا بقى يبقى NBA الأوميجا بتوب باي F طب أوميجا سكوار يبقى 4 باي سكوار F سكوار في C ده مين يا أباها ده الـ Imax ومن هنا بقى إيه علاقة الـ Imax بالـ F سكوار العلاقة دائريكلي خذ بالك أو لأن كل ده كونست كل ده كونست يبقى العلاقة بينهم دائريكلي يبقى إيه رأيك في الإكويتين اللي بقى قديل I مع الـ F سكوار يبقى الإجابة بتاعتك هتكون إيه هتكون C لأن الـ Directly Propulsion Relation تترسم على شكل straight line ما بين الـ 2 variables starts from the origin أو الـ extension يعد على الـ origin هو ده الوحيد اللي حقق أي الشرط نمبر 27 طلبه بقى R over XL اهو بص بقى كتب ايه ال R الاول ال R الاول طب يبقى هنا therefore R over XL بتساوي 1 over 10 60 لو جيت انت بقى حسبتها كده هتطلع لك 1 على root A 1 على root 3 يبقى اللي جابة بتاعتك هتكون A طبعا 1 على root 3 دي ممكن تلاقي على الكالكوليتر root 3 على 3 يعني ممكن تلاقي على كالكوليتر root 3 على 3 بس هي root 3 على 3 هي 1 على root 3 2 واحد يعني اللي هي برضو ايه عشان اكتبها لك عشان تبقى ايه برضو root 3 على 3 هي هي 1 على root 3 عشان بدل اخبط اكشف number 28 two capacitors of capacitors of capacitors ten bF and thirty bF are connected in series if a third capacitor is connected to them in series such that the total capacitance becomes five bF than the capacitance of the third capacitor هنبتدي الاول بالجزر الاولان انهو ال two capacitors الاول هم مين ومين ten with thirty ten bF و thirty bF اللي هو c1 و c2 هاتهم مع بعض الاول ونخلصهم مع بعض يبقى c total بتاعهم هيبقى ten times thirty over ten plus thirty هيطلع 7.5 bF 7.5 bF هيبقى حلو هناخدوا بقى c total دي او ده c total هنوصلوا مع كبستور الثالث اللي هو c3 فقال قال ان total بتاعهم ننسي ما ساميه مثلا اي ده c total dash ننسيه c total c total dash بتاعهم طلع ب5 c total dash ده اللي هو يبقى براه اللي هو 7.5 times c3 على 7.5 plus c3 هو قال ان اطلع ب5 هو قال ان اطلع بكام ب5 بايك وفرد كده الموضوع خلص لانه خلاص بقى عندي عنون واحد ده 5 ده over one نعمل cross multiplication يبقى 7.5 c3 بيساب ده هو ده ابدأ بيساب 5 times 7.5 plus 5 c3 طبعا هوادي ده النحية التانية هيطلع انه 2.5 c3 بتساوي 5 times 7.5 المهمة في الاخر c3 هيطلع بكام هيطلع ب15 بايك وفرد اللي هو الاختيار الرقم دي number 29 in the following circuit which voltmeter reads 0 at resonance زي ما انتو عارفين ان at resonance ال xl بيساوي xc وال vl بيساوي vc وبالتالي هيبقى v total بتاعهم هيبقى vl minus vc بيساوي 0 الفولتميتر اللي محتوط عليهم هو ال v5 لو تاخد بالك ادي طرفة هنا هوا ودي طرفة هنا هوا ال v5 هو اللي هيقرأ الزيرو لانه بتوين ال inductor والcapaster اما v2 v3 v4 دول زي v1 بالزبط اللي انه متوصل ما بين الطرفين دول يعني دول متوصلين كده اللي باله وده متوصل كده بيقرأ vr او ان ال v1 بيقرأ vr اما v4 plus v3 plus v2 بيقرأ vr برضو vl و vc اللي هو الاتنين مع بعض اللي هو بيطلع بصفر اللي هو v5 اللي هو v5 number 30 in compton effect experiment the wavelength of the incident photon lambda 1 ده ال incident ناشا ال wavelength بتاع scattered photon اللي هو ايه lambda 2 يعني لو افترضنا ده الالكترون الفوتون نزل خبط هنا وقبل ما ينزل كان اسمه lambda 1 بعد ما خبط اسمه lambda 2 خد بالك بقى عشان الفوتون قبلك معه لمدة وبعد معه لمدة خد بالك من دي طبعا lambda 2 بتبقى اكبر من lambda 1 لان الانجي قلت تمام فبيقول بقى هنا ايه طالب ايه طالب ايه which of the following formulas correctly represents the energy the photon has lost باشا اللي هو فقد طب اللي فقدها عبارة عن ايه الانجي اللي فقدها اللي هي دلتا ايه تقصد بها دلتا ايه اللي هي الانجي اللي كان نازل بيها ما ينصها من الانجي اللي خرق به يبقى hfc على lambda 1 minus hfc على lambda 2 خد hc common factor يطلع لك ايه 1 over lambda 1 minus 1 over lambda 2 تعال بقى ايه نقول hc 1 over lambda 1 minus 1 over lambda 2 تتعامل ازاي دي بقى طبعا الhc اهي بعدين فdenominator هتبقى lambda 1 lambda 2 numinator بقى نبتدي نعمل division lambda 1 lambda 2 divided by lambda 1 يبقى دين lambda 2 lambda 1 lambda 2 divided by lambda 2 يطلع لك lambda 1 فيطلع لك البراكت دا اقرب صيغة يعني او اقرب شكل اللي احنا طلعنا دا او الاستنتجنا دا اللي هو فرق الانجي اللي هي lost اللي هو هيبقى number a سؤال mathematics بحث 31 for a method service that has a work function خلي بالك ده بقى اي بقى دا ايه ال ew خلي بالك بدأ بال electron volt the maximum wavelength for light to enable emitting photo electrons from the surface هنا بيتسأل على critical wavelength فهنا ال ew الصيغة بتاعتها بتساوي hfc على رمضة اللي هو h new critical اللي هو hfc على رمضة critical يبقى معنى ذلك lambda critical بتساوي hfc على ew اتخذ بالك لازم الارقام كلها تبقى بالجول ال ew 6.625 times 10 power negative 34 زي اللي مدهالك times 3 times 10 power 8 زي اللي مدهالك divided by خلي بالك بقى 2.5 ايوه هضربها في charge الإلكتروني اللي هي cam 1.6 times 10 power negative 19 وهيدهالك بارد مفيش كونسطنس مش هيدهولك المهم بعد الحسابات بعد الحسابات هيطلع الرقم b 4.97 times 10 power negative 7 متر طب هو كان طالب بقى الرقم بالايم ها دي تركبها يا سيدي بالانجستروم يبقى هضرب هنا فين ها في 10 power 10 فهيطلع الرقم بتاعي كام هيبقى 4 9 هيبقى 4 9 6 9 ها آنجستروم دي قرب رقم عندي اللي هو ده اللي هو بيه 4 9 6 9 آنجستروم قد بالك انا اخترت قرب رقم طبعا هنا 4 9 انا اللي مقرب الرقم ده جماعة انا مقرب الرقم ده احنا وجبناه بالزبط 4 9 6 8 7 5 10 power negative 7 ده ده بالزبط على الكالكوليتر تطلع كده فانا لو ضربته في 10 power 10 عشان يحاول الانجستروم هيطلع 4 9 6 وطبعا الانجستروم ستبقى 7 فالزبط على الرقم ده يبقى ده الحال الصحيح نمبر 32 انذا فوتوالكتر اميشن 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 متل فوتو سال وان مونو كروماتي لائت فرقم سيكس تايم 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 فوتوالكترون من ماكسيم كينيتيك اميشن كينيتيك اميشن نفس نظر منو كروماتي لائت يبقى غيرنا الفريقونس بتاع السورس نقللنا الفريقونس يا جماعة اخلا بالك ف إذ يو فوتوالكترون وذي ماكسيم كينيتيك انجي كينيتيك انجي تو ار ريليست اي كينيتيك انجي وان لتو ثري تو وان دي معلومة هي صو ده كمعلومة طبعا هو اي انجي الفوتون مينس ال EW او H نيو مينس H نيو كريتيك ولو خدت ال H كومن فاكتور هي بي كينيتيك انجي ماكس هتساوي H نيو مينس نيو كريتيك طب انا لو قلت بقى كينيتيك انجي وان لكيني انجي تو بتساوي هو بتساوي ثري تو وان طبعا دي يبقى تغير H تغير H مع H تعالى نحط ارقامنا therefore 3 الواحد بتساوي نيو بي كم يعلم 6 times 10 power 15 minus نيو كريتيك اعلى اللي بعدها 4 times 10 power 15 minus نيو كريتيك يالله بينا يبقى 6 times 10 power 15 minus نيو كريتيك بتساوي 12 times 10 power 15 minus 3 نيو كريتيك بص معلم هنودي 3 نيو كريتيك دي بال positive ونودي 6 times 10 power 15 double ا بالنكتب يطلع يطلع عن الاثنين نيو كريتيك بيساوي 6 times 10 power 15 يبقى نيو كريتيك بتساوي 3 times 10 power 15 hertz الإجابة بتاعتنا تكون C number 33 if the ratio between the wavelength of two photons 1 to 2 then the ratio between their momentum زي من تعرف في relation دي براولي المومنتم بتسوي h على lambda وبالتالي momentum 1 لم momentum 1 لم momentum 2 هز ratio between lambda 2 لم 1 يعني هتبقى 2 1 لأنه هنا ميديني أن lambda 1 لم 2 1 2 هو اللي الكت يبقى المومنتم وال wavelength enfers رايشو المومنتم هتكون 2 1 يبقى لجبا d number 34 initially an electron has a velocity v and a de brawley wavelength lambda ماشي ده في البداية بعد كده if the electron's velocity changes to quarter v v 4 يعني v قالت للربع so and then the de brawley wavelength will هيبقى نص ولا أربع مرات ولا اثنين lambda ولا كذا تمام تعرف أن lambda تساوي h over m v ف lambda embrace it with velocity طب velocity قالت للربع يبقى lambda هتزيد 4 مرات يبقى اللي بتاعت هيكون b أود أقول أن lambda 2 ل lambda 1 as the reach between v1 to v2 يعني v1 اللي هي v2 اللي هي v over 4 هتطلع 4 to 1 يعني lambda 2 بتساوي أربع مرات lambda 1 يعني أربع مرات lambda اللي هو lambda 1 number 35 which is the following must be true about the ratio between the wavelength associated with the electron of the microscope and the dimensions of the object in order to see it under the لازم يكون الobject أكبر من الواف length أو يسوي أو الواف length يكون أصغر من الobject أو يسوي يبقى lambda يجب أن يكون أصغر من أو equal to dimension of the object قورا واحد أو dimension يكون أكبر أو equal من المضا بص بقى هنا there is no relation غلط طبعا the ratio must be less than or equal to لأنه بدأ بالlambda يبقى الكلام سليم 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 shows the spectrum that comes out of a prism after light source was directed on it which of the following sources could give this spectrum spectrum continuous all possible within a continuous manner يعني كل المتاحة بترتبها المعتاد الred والأورنج والييلو والجرين كله كله يبقى ده طالع من white light bulb ما فيش خلاف ده إن كل ده عبر عن تدريجات اللي جاي من white ماشي طبعا laser laser monochromatic الhydrogen بيطلع علي spectrum cold gas بيعمل absorption spectrum فكل ده الA هو الإجابة الصحيح number 37 in hydrogen spectra يبقى أنا بيتكلم على الhydro بالك the ratio between the greatest with length in leiman series to the greatest with length in palmer series طب تعال نشوف بالنسبة اللي اللي تعرف عن leiman اللي هو series upper levels to ground one جميل جميل يبقى ground one يبقى هنا عندك من upper level to ground one من upper level to ground one بيتسوي h new أو h c على لمدة جميل ده في حدث leiman أكبر with length يعادل أقل difference طب أقرب upper لمن لone أتقول a2 يبقى e2 minus e1 بيتسوي lambda max بتاعت leiman نفس حق قضية بالمر بالمر تعم e upper minus e2 بالمر مجموعته e2 بيتسوي h c على lambda max طب lambda max يعني أقل difference أقرب upper level لتو مين لو ثري طب هو طالب إيه طالب ratio wavelength إيه علاقة wavelength بال difference هتقول l جميل يلا بينا يبقى ناكد نقول بقى l lambda max في حالة leiman ل lambda max هو تزهق في حالة بالمر بتسوي difference بالمر على difference leiman لأن انت تعكز بقى هنا العلاقة بينهم emvers لي لو تاخد بالك العلاقة بينهم يبص emvers ل يبقى lambda max leiman على lambda max بالمر بتسوي difference بالمر على difference طبعا h c هيت cancel فوق وتحت وهيبقى هنا difference بالمر على difference اللي هو e3 minus e2 على e2 minus e1 اللي فوق ده اسمه difference مين بالمر واللي تحت اسمه difference مين لي لأن العلاقة بينهم ايه emvers حلو كده يبقى هنكمل اللي بقى ايه تحت ايه يعني الكلام ده على difference على ratio نعمل ايه كو هو energy level بيتسوي ايه فاكر ك negative 13.6 على n square فاكر اه فاحنا هنا هنطبع على كل واحد من دول فناخد 13.6 common fact 13.6 موجودة في كل relation يفضل لك هيبقى هيبقى negative 1 على 3 square 9 3 square n square اللي ان ده اللي ايه ال order بتاع الorbit يبقى n square يبقى 3 square minus minus يعني plus minus هنا نعمل minus plus 1 على 2 square لان level 2 يبقى 4 over هنقضو 13.6 common factor لان relation فيها 13.6 تحت negative 1 على 4 لان ده level 2 فنقول 2 square minus ايوه level 1 minus minus plus يبقى plus 1 ليه بقى plus 1 ان energy 1 level 1 13.6 سيتcancel فوقه تحت خلاص كده تعال بقى نحسب الكلام ده على الكالكوليتور هيطلع ان lambda max في حالة ليمن للم max في حالة بالمر بيتساوي ايه بقى يا سيدي هتساوي 5 227 بالحسابات طبعا الفراكشن ده يطلع 5 227 يبقى الحل بتاعنا هيكون number c question 38 which attribute of x-rays does the potential difference between the filament and the target material effect طبعا نحن عارفين الجراف بتاع x-rays طبعا المميز اوي ومشهور طب هو potential difference لو زاد او قل اللي يتغير يتغير معنا هو المنم وبلنغ lambda minimum يتغير معنا اللي على الالكترون الكنetic energy بتزيد وبالتالي الاستضام ممكن يكون مع اكتر من الاتو وبيطلع من اكتر من فوتون يبقى هنه ممكن يكون وبيطلع مور دان ون وهكذا ممكن يكون فيك مال اي مال ال و وبالتالي انا اقدر اقول ان زي ما ها بتتحكم او بتتغير في المنم و لا دي كمان ممكن تحكم في طبعا اللي بيغير احنا قلنا قبل كده هو عدد الالكترون للنص جميل كل الالكترون بيعمل كم تصادم واحد ممكن نعمل واحد يمكن اثنين يمكن ثلاثة اممكن اربعة ده اعتمد على الانجي اللي معا يبقى من من الاختيارات ان اخترى هو الاختيار رقم دي اللي الاتنين يعتبروا الاتنين يعتبروا الاتنين يشتركوا مع بعض يبقى في الاتنين الاتنين بيشتركوا اللي يعتبروا الاتنين They have the same speed number 40 in a holography device if two rays of the laser beam of lambda are reflected such that the path difference between the two رايز is lambda over four then the phase difference between the rays اعرفين القرون بيون phase difference يسابع 2y over lambda times path difference يعني 2y Barbara 25- vectors of creation by over lambda . The path differenceının translating Automotive by Orange by N cancel Receive alors conced from Let's cresourcing with 4 . Elphabon Circle with War with foured by 2 And Bert'scyche by by over 2 Therefore, here is the United Kingdom. therefore, we choose its called by over 2 number 41 the love mass action is used in As we know, the love mass action WE will continue is to erste to do its own C to represent the guessing chce to detect the minority which are connected to sycous only if N type it's called concentration في الـP type يحسب الـConcentration في الـP type يحسب الـConcentration يحسب الـMinority في كل كريست فهنا هنشوف مثلاً أي الـConcentration of the positive holes in P type طبعاً الـP type دعاً المجوريتي الـConcentration of negative electrons in P type الجبيس لأن في الـP type الـMinority هما الـ الـConcentration of the positive holes in N type الجبيس ينفع لأن الـP positive holes في الـN type هما الـMinority يبقى الإجابة هي B and C together number 42 In the following circuit a transistor is connected in a common emitter connection هو طالب هنا عايز الـCollector Current اللي هو الـIC من المنظر اللي عندنا زي ما أنتم عارفين أيها السادة الأفاضل العلاقة بتاعة الـCollector Circuit الـVCC اللي هو 3V بتتجزأ ما بينها ها دي ها سيدي الـVCE وده الـIC في RC ها دي الـRC عندك هو وده الـIC ماشي كده يبقى الـVCC بتساوي الـVCE plus ICRC كم فاكتور دول؟ خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة اربعة فاكتور زي مصوري هيبقى الـVCC عندي والـVCE عندي والـRC عندي فاضل مين؟ الـIC يبقى الـIC بتساوي ايه؟ بتساوي الـVCC minus الـVCE over ايوه الـRC اشتغل عمالة يبقى هنا 3 شيل منها 2 ايوه الـR عندك بكام؟ بـ400 حلو كده خد بالك من المقلب اللي جايه ده ها؟ طيب هيطلع كام يا سيدي؟ هيطلع 1 over 400 بس ايه؟ ايوه؟ امبار طب هل الأرقام بالـ امبار ولا بالملي؟ كلها بالملي لو تاخد بالك يبقى لازم اللي تطلع ده أضربه في كام؟ في 1000 حلو كده؟ هيطلع الـ the final answer عندك 2.5 ملي أمبار يبقى الإجابة عندك 2.5 ملي أمبار يبقى الإجابة الأولى A number 43 Consider the 2 figures shown knowing that the resistance of the diodes is R in case of the forward biasing وinfinity في حالة الـReverse choose the graph that presents the change in the current intern STI that passes through the 2 circuits with time طيب دي circuit 1 ودي خلي دي circuit 2 مثلا إن هو سميها A و B هو مسميها A و B ماشي فيش مشكلة بالنسبة لcircuit 1 لو قلنا إن الإي هنا هتساوي إيه هنقوله فيه على R أظن كلام مواضح ده case A ده في case A طيب في case B في case B بقى لو قلنا إن إن ده البوستيف وده الناجاتف فالcurrent هيعدي هنا صحيح يبقى هنا يعدي على مين على R و R يعني كم R تو R طيب لو عكس بقى الناجاتف بوستيف فالcurrent هيعدي من هنا آآآ يعني ده يعتمد بقى إيه يعني كرن كده كده هيعدي صح هيعدي على إيه على 2 R في إيه في أي حال يعني ناخدوها حتى كده بالإيه بالألوان لا بالألوان يالله بينا تاني بالألوان لو قلنا مثلا في حالة الله ما صلى على سيدنا رسول الله في حالة الكيس لما يكون ده البوستيف وده ناجاتف الcurrent هيمشي كده وده يبقى ده بقى ده ريفيرس مش هيعدي فهيعدي منين من الفورود بس ده هيعدي على resistance R لأنه قال إن رسول ستعيدها R في حالة الفورود وعندي R من الأول يبقى الI' للحالة الثانية بتساوي V نفس الV على فكرة على 2 R طب لو يعني كده كرن تحييرجع تاني هنا طب افرد بقى الكرن تتعاكس يالله بينا بقى ده الناجاتف وده البوست كرن بقى أي مرة ده هيمشي هنا آه هيمشي هنا لكن مش هيمشي هنا برضو هيعدي على R وعندي R من الأول طبعا كرن تحيير كده يبقى برضو I' بتساوي V على 2R طب ده معنى إن الI' في حالة B هتساوي نص I في حالة A لأن I في حالة A V على R بس صح لكن V على 2R يعني نص V على R نص V على R يبقى نص I أمين ده معنى أنه جراف بقى من دول يصلح هنلاقي إن جراف B لأن ده الكرن بتاع A لو تأخذوا بالكم بيتغير مع الزمن ماشي لو قلنا لأن ده كان مربع واحد اتنين ثلاثة ثلاث مربعات ثلاث مربعات طب بص بقى V بي مربعين ونص أو مربع ونص مربع ونص اللي هي إيه البيك بتاعت B نص البيك بتاعت A البيك بتاعت B نص البيك بتاعت A البيك بتاعت B نص البيك بتاعت A وهي كذا يبقى هو ده الإيه هو ده الجراف الصحيح طبعا الجرافات التانية مش صحيحة خدبالك هنا ألب خلى البي هي اللي بتكبر which is wrong لأن في حالة B هيوضاف resistance الديود في حالة الفروض مع resistance الخارجي خدبالك يبقى هنا ده غلط هو عكس هنا ده مش هينفع طب هنا بصي كده ده A وده B لو تاخدبالك لكن ده half wave في حالة B مديلك half wave which is wrong برضو غلط هنا لأ بصي بقى هنا خلى الfrequency متغير which is wrong برضو والfrequency متغيرش يا جماعة الfrequency متغيرش إيه اللي يغير frequency هنا فيش حاجة غيرت frequency يبقى هو الإجابة الصحيحة فقط عندك هو هيكون مين هيكون B ليه يا سيدي لأنه أولا الfrequency متغيرش تمام وcurrent B نص current A وده اللي حققه لك مين وطبعا in phase يعني الcurrent في حالة B نص current في حالة A current في حالة B نص current في حالة A current في حالة B نص current في حالة B خلاص الcurrent تعكس الاتنين يتعكسوا مع بعض بيزيدوا مع بعض بيقلوا مع بعض يتعكسوا مع بعض وهكس مفيش حاجة تؤدي لأنه فيه اختلاف في الفيز فالإجابة B هي الإجابة الصحيحة number 44 in the following logic circuit which of the following inputs produces output one طيب تعالي أنا استرجعنا مال play back مش ده عايزوا بone وده end يبقى لازم ده يبقى one وده يبقى one ماشي اللي فوق ده يرجع لي بيه لورة كده يرجع لي بيه لورة ماشي ده عشان يخرج هنا one يبقى لازم اللي فوق ايه واللي تحت ايه لازم اللي فوق يبقى ممكن يبقى zero عادي جدا على فكرة وتحت يبقى one او ممكن فوق one وتحت one مثلا يعني طيب نشوف اللي تحت نفس القصة لو عايزت التحت ده هيبقى one يبقى لازم اللي يخرج هنا one يبقى ممكن يكون هنا ده one يعني احتمال one هنا عندك في عندي ثلاث احتمالات zero one one زي ما انت عايز يعني خلاص لكن اللي فوق عشان يخرج لك one خد بالك بقى انت عند هناك بيه دايرة نقط اه فيه دايرة نقط طيب لو قلنا ان ايه لو دخلت zero هلنحط احتمال يبقى يطلع هنا ايه one لو بيه دخل one هيطلع هنا برضو اه هيخش هنا one وعلى فكرة الone ده هيبقى مشترك رايح لل end طبعا دي دايرة end خد بالك دايرة end فدي ما فيهاش خلاف دي دايرة end يبقى لازم عشان يديني one في دايرة end لازم يكون b1 وc1 لا فيهاش خلاف دي اولاته دايرة end عشان يديني output one يخرج لك هنا one على دايرة end يبقى لازم دايرة end الاولينية دي يبقى المدخلات بتاعتها اولين بتاعتها تبقى one وone دا ما فيه شك فيه وطبعا بدل في one داخل هنا على الor ايه بقى هيطلع لك one طب هنا بقى اللي فوق دي يا zero يا one عادي بيش مشكلة بيش ايه مشكلة خالص يا zero ايه يا one على اساس بقى ايه هنختار شوف بقى مين ال options اللي اديلك b وc1 وايه يا zero وone b وc1 b وc1 ما عندكش b وc1 غير دا اللي هو بي مش موجود عنده في الاختيارات b1 وc1 غير الاختيار بي يبقى غصبا عني هاخد ايه الاختيار بي لان ماينفعش اختار اي اختيار تاني لان لغير كده مش هيدديني output one هنا كمان مرة ولاد يبقى عندنا output هنا one ارجع الورى يبقى لازم دا one وهدى one انزل لتحت الone دا خارج من and لازم المدخلات بتاعتها تكون one وone دا لازم اللي فوق دا اور داخل هنا one عليها ماشي وهنا جيله بقى يا zero يا one عادي ما فيش مشكلة بدل هنا one هيطلع لك one بس انا ما عنديش في الاختيارات في b1 وبسيب 1 غير الاختيار بي هذا اللي هاختار النسبة بقى للأي سي questions question one using the given information in the opposite diagram to find استخدم اللي هو مدهولك دا في الرسمة عشان توجد reading of the meter كلمة reading of the meter يعني اعز الكلام عندي كم وير هنا عندي دي سي وده طوله 60 سنتي بيتحرك بسرعة 7 meter per second to the right في field of intensity 0.9 تسلا زا ما انت شايف 0.9 تسلا بيتحرك الواير دي سيدة بسرعة 7 meter per second to the right وعندي وير تاني اللي هو الاب اللي هو اللي هو اللي هو 30 سنتي بتحرك بسرعة 4 meter per second برضو to the right في نفس الفيد 0.9 تسلا لو طبعنا في المنج رايت هاند رول هلاقي ان الكرنت في الحالة دي هيتحرك من سيل دي بالمنظر دا كده وفي مين اللي هيغلب طبعا اللي هيغلب الاطول والاسرع الاطول اللي هو 60 سنتي والسرعة بتاعته 7 meter per second وبالتالي الكرنت هيمشي في ال دا خد بالك لان البقاء للأقوى طيب انا عايز احسب بقلك اولا ال دا خلاص عرفناه هيكون من C لل A لل B لل C وهكذا لان مين اقوى EMF الاقوى اللي هتطلع اللي هو بتاعت ال وير DC لانه الاطول والاسرع فهيبقى اكيد هيطلع EMF اكبر وبالتالي هو الكرنت هيكون في اتجاه طب انا عشان احسب الكرنت احسب ازاي بسيط هقول ان الكرنت بيساوي EMF بتاعت ال وير CD منس EMF بتاعت ال وير AB لانه من ال اتنين بيزوق كل الكلام ده على ار نحط بقى ارقام او عن اغلط لازم يكون بالصنط يبقى 0.6 سرعته كام سبعة هيبقى 0.3 في سرعته كام اربعة اي في كل ده اوبر الار الار بيكام بيبقى 1.5 اوم هيطلع الكرنت بكام هيطلع الكرنت ب 1.8 امبير بتاعه ده السؤال التاني بتاعه هيكون from a to b هيكون from a to b ليه بقى يا جماعة لان الام اف بتاعت الوير cd هي الاكبر فالكرنت هيكون في اتجاه هو خلي بالك هيكون في اتجاه هو هيكون في اتجاه هو هيكون from a to b يبقى هنا ال direction لو هو سهل على direction هرق اي from a to b from a to b from a to b لان يا جماعة المسيطر عندك مين اللي بيسيطر هنا inside cd لانه هو الاطول والاسرع يبقى الام اف تعت وهي الاكبر يبقى الcurrent سيتحرك في الاتجاه بتاعه هو ماشي يبقى انت 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 شايف question number two the opposite figure shows the spectrum of the generated x-rays from the tube from the given data on the graph find the voltage difference in kilovolt لبالك من لعبة ديها لعبة عقيرة in kilovolt used inside the tube given that ودالك ال E كل الكون ستنسل زي من تعرف ان EV تساوي H في C على لم طبعا بس دي اسمها لمضة minimum اللي بقى لك وده ياسيدي اسمه voltage أو potential difference اللي بتكلم عليه طب لمضة minimum من العرسم لمضة minimum من العرسم تساوي كام طبعا في النص ما بين 0.02 و0.04 بالنانوميتر في النص بالضبط يبقى 0.03 نانوميتر تحلت يا جماعة يبقى معنا ذلك V بتساوي هنزل اي تحت جنب اللمضة يبقى H C على E في لمضة minimum يبقى V بتساوي اشتغل H اللي هي 6.6 to 5 times 10 power negative 34 في 3 times 10 power 8 ده اللي 4 over 1.6 times 10 power negative 19 ده اللي تشارج بتاع الإلكترون لمضة المينمم خد بالك 0.03 هتضرب 10 power negative 9 عشان حولها من نانو الميت المهم الرقم هيطلع كام عندي هيطلع 41406 41406 point 25 volt خلي بالك هو هنا مش طالب بالvolt هو طالب بالكيلو volt يبقى عنه divided by 1000 هيطلع الحل 41 point 41 بالتقريب كيلو volt ده الحل بتاعك وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم إلى أن نلقاكم في امتحان جديد يعني نستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته